موسيقى الاهرام الاهلي يسعى لتكرار الرقم القياسي لجزئة أمام مسموحة موسيقى الاخبار الاهلي متضر لنار يواجه سموحة والإرهاقة اليوم لسيطرة على صدارة الدولة موسيقى الجمهورية الرقم 17 هدفه الاهلي يبحث عن إنجاز أمام سموحة موسيقى الدستور بايلر يسعى لمعادلة إنجاز زمان والجوزيفي مواجهة سموحة بالدوري اليوم موسيقى الاخبار المسائي تحدي جديد الاهلي واسموحة مواجهة قوية للحسب المبكر موسيقى الشروق اليوم مباريات في الجولة الـ 18 للدوري اهلي بايلر يسعى لمواصلة انتصاراته المتتالية أمام سموحة السويسري يلجأ لسياسة التدوير والدفع بالبودلاء في ظل الإكافات والإصابات صدقي يبحث عن العودة بنقطة التعادل وغياب ناصر ماهر ومحسن بسبب بند الإعاد موسيقى نبتدي بجريدة الأهرام والتي اتكلمت عن مباراة اليوم بالنسبة لنادي الأهلي أمام فريق سموحة وقالت إن الليلة الأهلي يسعى لتكرار الرقم القياسي لمستر مانول الجيزيه من خلال مباراة سموحة نحن عارفين طبعا بنفكر بعد دايما إن مستر مانول الجيزيه في موسم 2004-2005 كان حقق 17 انتصار متتالي لحد ما وصلنا لمباراة المصري بورسعيدي واللي كان بطن لو تفتكروا كابتال نادر السيد حارس مرمى المصري في هذا التوقيت وأنقذ كم كبير جدا جدا من الأهداف مباراة انتهت بالتعادل السلبي في هذا التوقيت وقف قطار النادي الأهلي عند الانتصار رقم 17 بشكل متتالي فبالتالي نتمنى إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يوصل للرقم ده من خلال مباراة اليوم أمام سموحة بإذن الله يحصل امبي يصطدم بيرامدز ودي مباراة من ضمن المباراة الدوري وأيضا طنطة مع دجلة في بطولة الدوري النهاردة لقاء الهروب من القاع زي ما وصفوا كده جريدة الأهرام خلينا نقول جدول دوري بالنسبة للمباراة الأخرى يعني ترتيب الفرق الأخرى سواء امبي أو بيرامدز يعني بيرامدز في المركز الثالث لعب 17 مباراة فاز في 8 زي ما قلت لحراركم شوية تعادل في 5 وخسر في 4 عنده 29 نقطة في المقابل امبي المركز السادس لعب 17 مباراة فاز في 6 تعادل في 7 وخسر 4 وعنده 25 نقطة بالتالي امبي لو فاز النهاردة يقترب لي فريق بيرامدز ياخد خطوة مهمة وفي الحقيقة امبي ماشي بشكل ممتاز مع الكابتن حلمي طولان المدير الفني للفريق ما خسروش يعني رجل جيه لعب أول مباراة خسرها بس من أول ما جيه بعد الكابتن علي مهر وبعد كده من شاء الله انتصارات متتالية وتعادل آخر مباراة لي في الدوري على ما أتذكر يعني من ضمن كمان المباراة اليوم طنطا ودجلة طنطا في المركز الـ 15 17 مباراة 2 فوز 9 تعادل و 6 هزيمة 15 نقطة ووادي دجلة في المركز الـ 17 مركز قبل الأخير بالرصيدة 14 نقطة من 17 مباراة 3 فوز 5 تعادل و 9 هزيمة يعني ده جدول الترتيب بالنسبة للمباراة الأخرى في بطولة الدوري الزهاب والقياب أمام سونداونس فوزنا 2-0 في الزهاب اتعدلنا هناك واحد واحد في القياب فبالتالي خارج من معركة قوية جدا معركة رياضية حربية قوية جدا بالنسبة للنادي الأهلي وداخل على معركة أخرى وهي معركة محلية أمام فريق قوي ومحترم زي فريق سموحة بكل تأكيد عندك عقبات زي ما بيصفوا كده جريدة الأخبار بتتمثل في إيه بتتمثل في الإرهاق أكيد إرهاق واضح جدا ممكن يكون موجود أو إجهات بالنسبة لبعض اللاعبين بسبب أن انت رجعت من 3 أيام بالزبط أو أقل كمان رجعت أول مبارح الصبح اتمرنت مبارح وحتلعب المباراة للنهار ده فالوضع صعب يعني ما فيش مساحة كافية للاستشفى ما بين المباراة بالنسبة لنادي الأهلي وده حاجة كانت غريبة على ما تستفهام في الحقيقة بالنسبة لجنة المسؤولات في التحدي المصري لكرة القدم الأهلي بيحاول أن هو يسيطر على الصدارة الأهلي مسيطر ما شاء الله على الصدارة لكن هو زيادة في التأكيد وزيادة في عدد النقاط الفارق ما بين الأهلي والمقاولي العرب صاحب المركز الثاني واقتراب أكتر في خصوص طبعا حسنة طورة الدولة بإذن الله تعالى هذا أمر مهم ومركز زعي الجاز الفني والعبيد تعالوا نروح للجمهورية واللي بتتكلم على أن الرقم 17 هو الهدف بالنسبة لنادي الأهلي في مباراة اليوم رغم أنه هو مش هدف أساسي بالنسبة للجاز الفني والعبيد معروف أن النادي الأهلي كل مباراة بيكسر يعني بيبقى عايز يكسر يعني هدف الأساسي أنه يخرج مباراة بالثلاث نقاط ما كانش فيه تركيز الفترة الفاتت بالنسبة للرقم 17 ده أن أنا أوصل للرقم العامل ومستر مانو للزيزي لا التركيز أن أنا كنت بأخذ كل مباراة على حدثة طبعا تصراحات مستر فيلر في أحدى المؤتمرات الصحفية وأهمية أن أنا أكسب وواصل انتصاراتي بشكل طبيعي الأرقم القهاسية تيجي الوحدة إن شاء الله ممكن تيجي النهاردة كمعادلة للرقم القياسي لكن إن شاء الله بإذن الله الإنجاز زي ما وصفت كده الجمهورية حيكون من خلال تخطي هذا الرقم الوصول للرقم 18 المعادلة ما يعتبرش إنجاز الإنجاز تحقق قبل كده خلاص بـ 17 انتصار أنت تعادله بإذن ايه النهاردة لكن لما يكون إنجاز جديد هو هيكون من خلال الوصول الانتصار الرقم 18 اللي حيكون أمام أمبي بإذن الله تعالى يوم السبت المقبل نعدي بس خطوة خطوة الأهلي يكسب النهاردة ونشوف مباراة أمبي إيه اللي حيحصل فيها كل التوفيق للنادي الأهلي تعالوا نروح للأخبار المسائي واللي بتتكلم عن تحدي جديد بالنسبة للفريق وهو خاص بالمواجهة بتاعت اليوم مباراة سموحة الأهلي وسموحة وهو مواجهة قوية للحسم المبكر كهدف من ضمن أهداف النادي الأهلي هو الحسم المبكر زي ما احنا اتكلمنا مع حضرتكو من فترة كمان والنهاردة كمان لأن انت كلما تتخطع عقابات كلما تقترب بشكل أكبر في حسم بطولة الدوري وده الهدف اللي أكيد بيسعى ليه كل الجهاز الفني واللعابين تعالوا نروح لجريدة الشروق وجريدة الشروق بتقول ايه؟ بتقول للنهاردة 3 مباراة في الجولة 18 للدوري الأهلي أو أهلي فيلر تحديدا يسعى لمواصلة انتصاراته المتتالي أمام ما سموها ان شاء الله بإذن الله السويس يلجأ لسياسة التدوير هو مش هيلجأ لها بشكل مستجد يعني وموضوع بيحصل على مدار الفترة اللي فاتت كلها الرجل بيدور دايما في الفريق لدرجة ان كل ما تشبنا توقع التشكيل بنسبة كبيرة جدا توقع بيطلع غلط بسبب سياسة ميستر فيلر الناجحة حتى الآن في الروتيشن والتدوير ما بين اللعابين وسياسة دي واضح جدا مدى إيجابيتها بعد التحديات الكتير اللي بلعبها النادي الأهلي وبيقدر يتخطاها بيتخطاها ليه؟ عشان عنده عدد كبير جدا من اللعابين الجهزين اللعابين الجهزين دول بسبب ايه؟ بسبب ان هما بيخوضوا مباريات مش ماركونين فترات طويلة فدي سياسة مميزة جدا في الحقيقة عند مستر ريني فيلر بينجح من خلالها أو بتدفلوا إيجابيات كتيرة جدا بخلال المباريات اللي بتبقى في أوقات حاسمة ومهمة وديقة كمان جدا زي المنجهات الحالية سواء أفريقيا أو محليا الدفع بمودلاء في ظل الإكافات والإصابات واحنا عارفين الإكافات والإصابات اللي عندنا اللي هيلعبوا هما مش مودلاء برضو لأنهما كانوا بيلعبوا في فترات كتيرة على مدار الوقت اللي فات يعني صدق يبحث عن العودة بنقطة التعادل دايما دايما بنسمع تصراحات من المدربين على مدار الموسم حتى الآن مع النادي الأهلي التصراحات تتمثل في إيه؟ تتمثل أن أنا بحاول بقدر المستطاع أخرج بأقل خسار أمام النادي الأهلي اللي تفوقه والإمكانياته المميزة والكبيرة لكن كرة القدم ما بتعترفش بالجزئية دي بتعترف بالجهد في الملعب العمل الشاق على مدار التسعين دقيقة بالتالي من خلاله تقدر بإذن الله تعالى أن أنت تفوز بثلاثة نقاط كابتل حضر صدق طبعا حق مشروع لي مدارب كبير ومحترم هيحاول أن هو ممكن تكون استراتيجيته وأنه هو عايز يكسب إن شاء الله الأهلي هو اللي يكون موفق ويكسب ممكن يكون استراتيجيته في الموارد أنه هو عايز يتعادل يخرج بنقطة فبرضو حيبق يعني مكسب لفريق سموحة لكن في كل أحوال تمنياتنا طبعا للنادي الأهلي الفوز بالثلاث نقاط في موارد اليوم عايز أكمل العنوان في الشروق وغياب ناصر ماهر ومحسن بسبب بند الإعارة احنا عارفين أننا عندنا بعض المعارين من صفوف النادي الأهلي لفريق سموحة عندك ناصر ماهر صلاح محسن عندك محمد عبد المنعم عندك كريم يحيا كل دول مش هلعبوا بموارد اليوم بسبب بند عدم المشاركة أمام النادي الأهلي والبند الموجود في عقود اللعبين مع سموحة عقود الإعارة تحديدا